نشر وإيطاحة الاختبار للطلاب تعلمنا في درس سابق كيفية إنشاء الاختبار وإضافة الأسئلة وسنتعلم في هذا الدرس ما يلي كيفية نشر وتوصيل الاختبار للطلاب إضافة أو تعديل خيارات نشر الاختبار بعد إنشاء وإضافة الأسئلة إلى الاختبار يجب توصيل ونشر الاختبار لكي يصبح متاحاً للطلاب لتوصيل ونشر الاختبار للطلاب يجب إضافته في أحد صفحات المحتوى مثل صفحة الواجبات والاختبارات من قائمة المقرر نختار صفحة الواجبات والاختبارات من شريط الأدوات نقوم باختيار التقييمات ثم اختبار من قائمة إضافة اختبار موجود نحدد الاختبار الذي نرغب بنشره للطلاب ثم نضغط على إرسال من صفحة خيارات الاختبار يمكنك إضافة أو تعديل معلومات الاختبار من معلومات الاختبار نتأكد من بيانات الاختبار الإسم والوصف قم بإتاحة هذا الاختبار للطلاب لكي يستطيعوا مشاهدته من خلال إتاحة الرابط باختيار نعم وإذا أردت إدراج إعلان بشكل تلقائي في لوحة الإعلانات عن هذا الاختبار قم باختيار نعم من إضافة إعلان جديد لهذا الاختبار ومن مربع تأشير محاولات متعددة قم بالتأشير عليه إذا رغبت أن يتاح للطلاب حل هذا الاختبار أكثر من مرة ولديك هنا خيارين السماح بعدد غير محدود من المحاولات أو تحدد عدد المحاولات في مربع عدد المحاولات وعند تحديد فرض الإكمال بمجرد البدء يجب استكمال هذا الاختبار في جلسة واحدة بمعنى أنه لا يمكن حفظ هذا الاختبار واستئنافه لاحقا وتحسب كمحاولة وإذا أردت تحديد مدة محددة لحل هذا الاختبار فقم بالتأشير على تعيين المؤقت وحدد مدة الاختبار بساعات والدقائق ونلاحظ لدينا خيارين للتقديم التلقائي إيقاف تشغيل يعطى للطالب خيار المتابعة بعد انتهاء الوقت تشغيل سيتم إنهاء وحفظ الاختبار وتقديمه بشكل تلقائي عند انتهاء الوقت وإذا أردت أن يظهر رابط الاختبار للطلاب في وقت محدد ويختفي في وقت محدد فقم بالتأشير على مربع العرض بعد لتحديد تاريخ ووقت ظهور الرابط للطلاب والتأشير على مربع العرض حتى لتحديد تاريخ ووقت اختفاء رابط الاختبار وفي حال رغبتك وضع كلمة مرور لن يستطيع الطلاب الدخول إلى هذا الاختبار إلا بإدخال كلمة المرور لهذا الاختبار لذا قم بالتأشير على مربع كلمة المرور واكتب كلمة المرور في هذا المربع ومن تاريخ الاستحقاق حدد تاريخ الاستحقاق بمعنى أن أي طالب يحل هذا الاختبار بعد هذا التاريخ سيصلك إشعار بأن الطالب حل هذا الاختبار ولكن بشكل متأخر وبالتالي تقوم باتخاذ الإجراء اللازم تجاهها ومن خيارات التقييم الذاتي قم بالتأشير على مربع تضمين هذا الاختبار في حسابات نتائج مركز التقديرات لكي تظهر نتائج الطلاب لك في مركز التقديرات حيث سيمثل كل اختبار في هذا المقرر بعمود مستقل في مركز التقديرات وإذا أردت إخفاء هذه النتائج عنك بحيث لا يظهر لك عمود خاص بهذا الاختبار في مركز التقديرات أو لترسل النتائج للطالب بشكل مباشر قم بالتأشير على مربع إخفاء النتائج الخاصة بهذا الاختبار بالكامل عن المعلم ومركز التقديرات ويستخدم هذا الخيار غالبا في الاختبارات الذاتية التي الهدف منها أن يقيص الطالب مدى تقدمه في المقرر واستفادته وتحقيقه لأهداف المقرر بشكل ذاتي ومن نتائج وملاحظات الاختبار حدد نوع التعليقات التي يتم عرضها فور الانتهاء من الاختبار ومن تقديم الاختبار حدد طريقة عرض هذا الاختبار للطلاب فإذا أردت أن تعرض جميع الأسئلة في صفحة واحدة فحدد الكل في وقت واحد وإذا أردت أن يظهر كل سؤال في صفحة مستقلة وهو الأفضل فحدد الكل في مرة واحدة وعند تحديدك لهذا الخيار سيتاح لك خيار جديد وهو حضر الرجوع ويعني منع تغيير إجابة سؤال تم إرساله بالفعل أو العودة للسؤال السابق وهذا الخيار لا ينصح باستخدامه كنوع من التسهيل على الطلاب وإعطائهم حرية تغيير إجاباتهم ما داموا في وقت الاختبار وإذا كنت مصرا على استخدامه فيجب أن توضح للطلاب هذا الأمر في إرشادات الاختبار ويفضل أن تكتبه باللون الأحمر وفي حال رغبتك أن يكون ترتيب الأسئلة عشوائي من طالب إلى آخر أو من محاولة إلى أخرى لتفادي الغش فقم بالتأشير على مربع ترتيب عشوائي للأسئلة أخيرا نقم بالضغط على إرسال نشاهد الآن ظهر رابط الاختبار وهذه الأيقونة هي رمز الاختبار في نظام إدارة التعلم البلاكبورد ويستطيع الطلاب الآن الدخول إلى هذا الاختبار وحله تحذير إذا كان الطلاب يقومون بإجراء الاختبار أو قاموا بالفعل بإجراء الاختبار فلا يمكن تغيير الأسئلة ما عدا في حالة التحرير البسيط للنص على سبيل المثال تصحيح الأخطاء الكتابية كما أن محاولة تغيير عدد النقاط أو الدرجات لأحد الأسئلة أو إضافة الإجابات أو إزالتها أو إضافة التعليقات أو إزالتها أو تغيير الملفات المرفقة قد تؤدي إلى إبطال محاولات الاختبار الموجودة وإطلاف التقييم وإدخالات مركز التقديرات الخاصة به بالكامل شكرا لمتابعتكم